موسيقى الوطنية للانتخابات تعلن التشكيل الجديد لمجلس إداراتها برئاسة المستشار حازم بدوي وتستعد غدا لبدء طلاق طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية باستثمارات ثلاثة مليارات دولار مدبولي يشهد التوقيع على اتفاقية إيطارية جديدة لإنتاج الوقود الأغضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمرة الأولى في تاريخ مجلس النواب الأمريكي يقيل رئيسه الجمهوري لتعاونه مع الديمقراطين في اتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي الثالثة ذو مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشر بتوقيت جرينتش نشرة إغبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات التشكيل الجديد لمجلس إداراتيا برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقد الذي سيتولى مهام منصبه بدلا من المستشار وليد حمزة الذي كان قد عين في شهر يونيو الماضي رئيسا للهيئة استكمالا لمدة رئيس الهيئة الراحل المستشار لشين إبراهيم وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن التشكيل الجديد لمجلس إدارتها يأتي بعد صدور القرار الجمهوري بتعين خمسة من المستشارين لعضوية المجلس أشيرة أن التشكيل الجديد يضم كل من المستشارين محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف بدلا من ياسر المعبدي الرئيس بمحكمة الاستئناف ومحمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة بدلا من مراد فكري نائب رئيس مجلس الدولة وعبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بدلا من عبد السلام محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وهاني جدال نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بدلا من الدكتور محمد أبو ظيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية هذا وأوضحت الهيئة أن الدستور وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات قد حدد تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن عشر من المستشارين ينتدبون ندبا كليا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقد ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية وذكرت الهيئة أن الدستور والقانون ينصان على أن يختار المستشارون المنتدبون للعمل بالهيئة الوطنية للانتخابات بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية على أن يكون ندبهم بصورة كلية ولدورة واحدة فقط مدتها ست سنوات على أن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقد هذا ومن المقرر أن تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات تعتبار من الغد في تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ولمدة عشرة أيام وذلك بمقر الحيئة في الأثناء أعلن المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية فريد زهران أنه سيتقدم للاستحقاق الرئاسي القادم كمرشح مدني ديمقراطي مشيرا إلى أن الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والذي يترأس أيضا الترشح بأغلبية كبيرة في مؤتمر صحفي أعلن فريد زهران المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة تفاصيل حملته الانتخابية أنا سعيد أن أنا موجود في اللحظة دي شايف أجيال مختلفة شايف ألوان طيف سياسي مختلف شايف أن أنا مش مرشح فردي أنا مش مرشح عن فريد زهران أنا مرشح عن الجمعة أنا مرشح عن مش بس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ومش بس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب العدل ومش بس دوائر كتير في الحركة المدينة بتدعم ترشحي أنا مرشح بطمح وبحاول أكون مرشح البديل المدني الديمقراطي بحاول أكون بقدم رؤية مختلفة زهران وخلال المؤتمر الصحفي قال إنه يقدم نفسه في الانتخابات القادمة كمرشح مدني ديمقراطي ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وأنصار الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كان فريد زهران قد حصل على التزكية المطلوبة من نواب البرلمان للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 كما أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد تأييده من الهيئة العليا للحزب بنسبة 75% هذا وقد تأسس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في العام 2011 أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة ستواصل بدل أقصى الجهود في مختلف قطاعات البناء والتنمية بالدولة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي قال مدبولي أن الحكومة ستبدأ في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر حكاية وطن وكذلك بحث ودراسة مخرجات الحوار الوطني أشار رئيس الوزراء إلى أن مؤتمر حكاية وطن أسهم في إظهار ما نفذته الدولة من مشروعات تنموية وخدمية غير مسبوقة خلال فترة شهدت تحديات غير مسبوقة شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع اتفاقية إطارية جديدة لإنتاج الوقود الأغدر ومشتقاته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن استثمارات المشروع يصل قيمتها إلى 3 مليار دولار للمرحلة الأولى لإمدادات تموين السفن والوصول لإمبعاثات كربونية صفر ومع أحد أضرع شركة ميرسك العالمية وعقب التوقيع أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تواصل السعي بخطة حثيثة للتوسع في مجال الطاقة النظيفة لإنتاج الهايدروجين الأغدر ومشتقاته وذلك في سبيل خدمة قطاع التموين للسفن على الأخص بفضل ما تمتلكه مصر من موقع متميز ومقاومات فريدة تجعلها رائدة في هذا القطاع على هامشي مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي براين دافيس رئيس التنفيذي لشركة سي تو اكس والتي تم تأسيسها مؤخرا كأحد أذرع شركة ميرسك العالمية أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء حرص الدولة على إتاحة التسيرات التي من شأنها أن تسهم وبشكل كبير في تنفيذ بنودي مثل تلك الاتفاقيات وفقا للأطر الزمنية المحددة في هذا شأن من جانبي أعرب براين دافيس عن تقديري للجهود المبذولة من جانب مصر الجد المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الواعد والداعم المتواصل لإقامة مثل هذه المشروعات وأكد التزام الشركة بتنفيذ المشروع وفقا لما تم الاتفاق عليه والإطار الزمني المحدد للتنفيذ تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأظهر الشريف بالتهنئة لرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصري والقوات المسلحة الباسلة قيادة وضباطا وجنودا بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة خلال التهنئة أكد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأظهر أن حرب أكتوبر كانت ولا تزال وتستظل من أعظم الملاحم العسكرية في تاريخ مصر وفي العالم العربي بما تجسده من بطولات وتضحيات لقواتنا قوات الجيش المصري الباسل ولشعب مصر العظيم في الدفاع عن الوطن والذود عنه والحفاظ على حقوقه وعلى كرامته وبهذه المناسبة دعا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأظهر دعا جميع المصريين لاستلهام معاني الإصرار والعزيمة والعمل الجاد لبناء الوطن ولتحقيق نهضته بعث حزب التجمع برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد وفي برقيته أكد حزب التجمع أن انتصارات أكتوبر كشفت للعالم عن قوة إرادة المصريين مبديا ثقته للرئيس السيسي في قيادته الحكيمة للبلاد وللحفاظ على الدولة الوطنية كما تقدم الحزب برقية مماثلة إلى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حيث أكد أن الانتصار أعاد للشعب أرضه وعزته وكرامته بعد أن خاض الجيش المصري أكبر ملحمة حربية سجلها التاريخ بأحرف من نور وتقدم الحزب بخالص التهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى وليبيل الذهبي لانتصار أكتوبر المجيد بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة قامت القوات المسلحة بتكريم عدد من أبناء الشهداء ومصاب العمليات الحربية في بداية العام الدراسي الجديد كما نظمت عددا من الزيارات المنزلية لأسرهم وذلك بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في مختلف محافظات الجمهورية وفاء لذكرى أبطال القوات المسلحة الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء لتظل سيرتهم العثرة مبعثا فخر في سجلات التاريخ في السياق ذات أعرب أبناء وأسر الشهداء ومصاب العمليات العسكرية الحربية عن سعادتهم البالغة وأكدوا على أن بطولات الجيش وآبائهم خير دفاع لهم لاستكمال مسيرة حب الوطن كما قدموا الشكر لقوات المسلحة التي تقدم كافة أوجه الرعاية والدعم الكامل لهم في كافة الأوقات يعد الفريق عبد رب النبي حافظ قائد الفرقة 16 مشاه ميكانيكي بالجيش الثاني الميداني أحد قادة حرب أكتوبر المجيدة تخرج في الكلية الحربية عام 1949 وتولى الفريق عبد رب النبي حافظ العديد من المناصب القيادية فيما خاض العديد من المعارك والحروب وحصل على العديد من الأوسمة تقديرا لبطولاتها منها ميدالية السادس من أكتوبر سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة من الصواريخ في سجلات نصر أكتوبر المجيد أحداث وشخصيات بذل العطاء فاستحقوا الثانات تقديرا لما قدموه من أجل عزة وكرامة الوطن وفي تلك السجلات تصطع أسماء ورموز يتلألأ ذكراها في السطور والكلمات ومن بين هؤلاء الأبطال الفريق عبد رب النبي حافظ قائد الفرقة السادسة عشر أثناء حرب أكتوبر أولد الفريق عبد رب النبي حافظ في السادسة عشر من يوليو عام الف وتسعمائة وثلاثين وتخرج في الكلية الحربية في الأول من فبراير عام الف وتسعمائة وتسعة وأربعين ليعين ضابطا في الكتيبة الثانية بنادق مشاه وتبدأ مسيرته الحافلة بالمحطات والبطولات اشترك في حروب مصر المعاصرة وأبلى بلاء حسنا في حرب الاستنزاف قائد للواء مية وطمنتاشر مشا ميكانيكي أحد التشكيلات القتالية بنطاق الجيش الثاني الميداني وتمر السنوات ويتولى الفريق عبد رب النبي حافظ قيادة الفرقة السادسة عشر مشاه ويصدر القرار بالاقتحام المدبر لأصعب مانع مائي ويخوض رجال الفرقة السادسة عشر مشاه ضمن فرق المشات الخمس ملاحم القتال الضاري شرق قناة السويس وتتوالى معارك حرب أكتوبر المجيدة ده كان قتال فعلاً طحينا فيه بكثير من الرجال ودفعنا فيه تمن كبير لكن حققنا في النهاية النصر اللي كل الناس تعترف به فتتجلى روائع أعمال الفرقة السادسة عشر مشاه محققين نصراً عسكرياً مبينة وتنتهي الحرب فلا ينتهي العطاء ويعين اللواء عبد رب النبي حافظ في منصب أمين عام وزارة الدفاع ثم رئيساً لأركان الجيش الثاني الميدني فقائداً له ويتولى بعد ذلك رئاسة هيئة عمليات القوات المسلحة ثم رئاسة أركان حرب القوات المسلحة في إبريل عام 1981 عشرات من الأوسمة والأنواط والميداليات صور لا يمكن أن تمحى من الذاكرة الوطنية عن قامة عسكرية وقيمة إنسانية مصرية قل أن يجود بها الزمان أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن في غرب نيجر الذي أصفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين أعربت مصر في هذا الإطار وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية عن خالص التعازي والمساواة والمواساة لدولة نيجر الشقيقة ولذوي ضحايا هذا الهجوم المشين متمنية الشفاء العاجل للمصابين هذا وأكدت مصر على موقفها الثابت والمندد بالإرهاب في كافة صوره وأشكاله والداعي إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة تلك الظاهرة البغيضة اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال وعززت شرطة الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة قبيل مسيرة كبيرة تنظمها بلدية الاحتلال مساء اليوم في خامس أيام الأعياد اليهودية حيث انتشرت قوات الاحتلال في منطقتين باب الأصباط وباب حطة بالقدس القديمة وفرضت سلطات الاحتلال قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي 48 صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إقالة رئيس كيفين ماكرثي من منصبه تعد هذه المرة الأولى في التاريخ والتي يقيل فيها مجلس النواب الأمريكي رئيسه والذي أثار غضب الجناحة المتشدد في الحزب بتعاونه مع الإدارة الديموقراطية للمرة الأولى في تاريخه الممتد منذ 234 عاما صوت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتا مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري تنص على اعتبار منصب رئيس مجلس النواب شاغرا ثمانية نواب جمهوريين إلى جانب الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب صوتوا لصالح عزل رئيس المجلس الجمهوري الذي أثار غضب الجناح المتشدد في الحزب بتعاونه مع الإدارة الديموقراطية وأثار مكرسي حفيظة الجناح اليميني في حزبه نهاية الأسبوع الماضي عندما تعاون مع الديموقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنب إغلاق حكومي والسبب الغضب العارم الذي أثاره هذا التعاون هو أن المحافظين في الحزب الجمهوري اعتبروا أن مكرسي حرمهم فرصة فرض تخفيضات هائلة في الميزانية بعدما تعهد بوضع حد للتشريع المؤقت الذي تم إعداده على عجل والاتفاق عليه بدعم الحزب الديموقراطي وإعادة قضية الموازنة إلى عملية تتولها اللجان وفور صدور نتيجة التصويت سرع عدد من النواب الجمهوريين للإحاطة بمكرسي الذي لم يصدر عنه أي تعليق بل اكتفى برسم ابتسامة على وجهه وتبادل وإياهم العناق والمصافحة وما لبس مكرسي أن عقد مؤتمرا صحفيا أعلن فيه أنه لن يترشح للمنصب الذي عزل منه لتوه حتى وإن كان النظام الداخلي لمجلس النواب الأمريكي يسمح له بذلك أعتقد أنني أستطيع الاستمرار في النضال ربما بطريقة مختلفة لن أترشح لمنصب رئيس المجلس مرة أخرى سأجعل الحزب يختار شخصا آخر المتشاددون داخل الحزب الجمهوري ليسوا محافظين لقد صوتوا ضد أكبر خفض في التاريخ على الإطلاق تريليوني دولار لقد صوتوا ضد متطلبات العمل وضد أمن الحدود لقد صوتوا ضد ما حصل لا يمكنهم أن يقولوا إنهم محافظون لأنهم غضبون وفوضويون هذا ليس الحزب الذي أنتمي إليه المهمة الآن تبدو معقدة بالنسبة إلى الجمهوريين الذين سيكتمعون السلساء المقبل أي بعد أسبوع للاتفاق على مرشح جديد على أن يتم التصويت لانتخابه في اليوم التالي وذلك في ظل الانقسامات الحالية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطية بشأن قضايا عدة أهمها الاقتصاد والوضع في أوكرانيا والهجرة قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن أوكرانيا يمكن أن تنضم للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 إذا تم استفاء جميع الشروط اللادمة أضاف ميشيل أن أوكرانيا والدول المرشحة الأخرى يجب أن تنفذ الإصلاحات وتحارب الفساد وتلب المتطلبات القانونية مشددا إلى الحاجة إلى تسريع عمليات صنع القرار أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أنظمة الدفاع الجوي أنها أسقطت 31 مسيرة أوكرانية استهدفت مقاطعات برانس كوابلغورد وكورسك في غربي روسيا وأفدت الوزارة في بيان لها بأن قواتها أغرقت قوة إنزال بحرية أوكرانية مكونة من زورق حربي على عالي السرعة ودرجات مائية سريعة شمال غربي البحر الأسود حاولت التسلل إلى شبه جزيرة القرن الروسية أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية وقوع 43 اشتباكا قتاليا على الجبهة مع القوات الروسية خلال 24 ساعة الماضية حيث شنت القوات الجوية 20 ضربة على أهداف روسية ذكرت الهيئة أن قوات الدفاع الأوكرانية تواصل الدفاع في شرق وجنوب أوكرانيا وتنفذ العملية الهجومية في التجاه ميل التبول والأعمال الهجومية في التجاه بخمود والتحرير الأراضي التي تسيطر عليها روسيا تدريجيا وتكتسب موطئ قدم في داخلها بدورها أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية بأن قواتها نجحت في تدمير مجموعة من المركبات المدرعة تابعة للقوات الروسية بالقرب من منطقة أزرين في دونتستك ترجمة نانسي قنقر أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يلن أنها متفائلة للغاية إذا أفاق الاقتصاد الأمريكي أضافت أن أسعار الفائدة ستعود إلى مستويات طبيعية أكثر على المدى المتوسط أضافت الوزيرة الأمريكية خلال فعالية للرؤساء التنفيذين لمجلة فرد شنفي واشنطن أن الولايات المتحدة تعتمد اعتمادا مفرطا على الصين في سلاسل التوريد وأنه يتعين عليها الحد من ذلك الأمر أشارت الوزيرة إلى أن الولايات المتحدة ستواجه مخاوف تتعلق بالأمن القوي دون وجود لقطاع قوي لأشباه الموصلات خاصة بها مضيفة أن قانون الرقائق والعلوم الذي صدر في العام الماضي سيساعد في عكس هذا الاتجاه وتصحيح المسار يعاني نشاط الصناعات التحولية في منطقة اليورو من الركود بشكل كبير خلال شهر سبتمبر الماضي في الوقت ذاته خفضت المفاوضات الأوروبية توقعاتها لنمو اقتصادي لمنطقة اليورو إلى ثمانية من عشر بالمئة خلال العام الجاري المزيد في سياق التقرير التالي ما يزال نشاط الصناعات التحولية في منطقة اليورو غارقا في ركود عميق وواسع النطاق في الشهر الماضي وفقا لمسح أظهر أن الطلب استمر في الانكماش بوتيرة نادرة ما تم تسجيلها منذ جمع البيانات لأول مرة في عام 1967 وقد انخفض مؤشر مدير المشتريات التصنيعي النهائي الصادر عن بنك تجاري في منطقة اليورو أعدته ساندر أند بورز إلى سلاسة وأربعين وأربعة من عشر نقطة في سبتمبر من سلاسة وأربعين وخمسة من عشر في أغسطس وهو ما يتوافق مع التقدير الأولي القراءة الأقل من خمسين تشير إلى انكماش في النشاط التصنيعي وهي الحد الفاصل بين النمو والانكماش وهذا يمثل الشهر الخامس عشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر الرئيسي قراءة أقل من خمسين نقطة مما يشير إلى تدهور مستمر في صحة قطاع التصنيع في منطقة اليورو وانخفض مؤشر يقيص الانتاج الذي ينظر إليه على أنه مقياس جيد للصحة الاقتصادية إلى سلاسة وأربعين وواحد من عشر من سلاسة وأربعين وأربعة من عشر نقطة في الوقت نفسه يرتفع مؤشر طلبيات الجديد الشهر الماضي إلى تسعة وسلاسين واثنين من عشر من تسعة وسلاسين نقطة في أغسطس لكنه ظل دون مستوى التعدل هذا الانخفاض في الطلب جاء على الرغم من انخفاض متوسط الأسعار لمدة سلاسة أشهر التي تفرضها المصانع بشكل أسرع من أي وقت في تاريخ الاستطلاع بخلاف فترة الركود الكبيرة بين عامي 2008 و2009 وربما يرحب صنع السياسات في البنك المركزي الأوروبي الذين فشلوا في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف بالأخبار المتعلقة من خفاض الأسعار وكانت المفوضية الأوروبية قد خفضت من توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 8% خلال العام الجاري هبوطا من التقديرات السابقة عند 1.1% وسط ضعف يبديه الاقتصاد الألماني أكبر اقتصادات أوروبا وفي الشهر الماضي رفع المركزي الأوروبي السعر الفائد الرئيسي للمرة العاشرة على التوالي لكن من المرجح أن يظل في مرحلة التشديد حتى يوليو على الأقل مع العام المقبل وفقا لاستطلاع أجرته رويترز تراجعت أسعار النفط قبل اجتماع لجنة من وزراء تحالف أوبك بلصة حيث توازن السوق بين توقعات نقص الإمدادات ومخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى خفض طلب على النفط هذا وانخفضت العقود الآجلة لخام برينت بستة سنتات إلى تسعين دولار وستة وثمانين سنتا للبرميل في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى تسعة وثمانين دولار وثمانية عشر سنتا للبرميل تخفض المؤشر الياباني نيكي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من أربعة أشهر في ختام جلسة اليوم وتراجع المؤشر اثنين وثلاثة من عشر بالمئة ليغلق عند مستوى ثلاثين ألفا وخمسمائة وستة وعشرين وثمانية وثمانين من مئة نقطة وانخفض المؤشر توبيكس الأوسع نطاقاً اثنين وخمسة من عشر بالمئة ليتراجع إلى الفين ومائتين وثمانية عشر فاصل تسعة وثمانين من مئة نقطة أفد مسؤول أذري أن الرئيس الهام عليف لن يشارك في الاجتماع المكرر عقده غداً في إسبانيا بحضور رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أوضح المسؤول الأذري أن الخطوة تأتي بعد إشارات الدعم التي أبداها الاتحاد الأوروبي ونوها أن أذربيجان لا تعتبر مشاركاتها في الاجتماع ضرورة وضرورية وفق صيغة الدعم الأوروبي والتي من بينها الإعلان عن إمداد بريفان بأسلحة والذخائر والاتهامات التي وجه رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي إلى باكو ذكرت مصادر في الحكومة اليابانية أن طقي تدرس تعزيز قدراتها في المراقبة البحرية لمجابهة الهيمن المتزايدة للصين في المنطقة وذلك من خلال تبادل البيانات التابعة للقطاعين العام الخاص أضفت المصادر اليابانية أن تحسين قدرات الوعي بالمجال البحري والتي يمكن أن تستخدم أيضاً في تنبؤ بالكوارث الطبيعية وتنمية الموارد يهدف إلى تصور حالة البحر بطريقة متكاملة مشيرة إلى أنه من المطاقع أن يتم دمج هذا الهدف في استراتيجية التنمية البحرية المكثفة للحكومة بناء على الخطة الأساسية لسياسة المحيطات ذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ربما سيدعو إلى انتخابات مبكرة في المستقبل القريب لاستعادة مكانات السياسية مع مرور عامين على توليه منصبه في أكتوبر 2021 وأضفت الوكالة أن الاتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة يساورها القلق من احتمال قيام كيشيدا لحل مجلس النواب لإجراء انتخابات عامة خلال الجلسة البرلمانية غير العادية المقرر أن تبدأ في العشرين من أكتوبر الجاري توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل إلى اتفاق حول نص رئيسي لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا يهدف هذا القانون الذي تتم مناقشته إلى تنصيق استجابة مشتركة في حال تضفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي مما يسمح خاصة بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل بهذا الاتفاق فإن الاتحاد الأوروبي قد تغلب على التحفظات الإيطالية قبل انعقاد قمة التكتل يوم الجمعة القادمة في غير ناطا بأسبانيا اشتركوا في القناة أصيب خمسة أشخاص في حالة إطلاق نار قرب جابعة في بلتيمور الواقع على سحل الشرقي الولايات المتحدة وأعلنت شرطة بلتيمور أن عناصرها تبادلت عملية إطلاق النار قرب حرم جامعة مورجين ستيت داعية السكان إلى الاحتماء وتفادي المنطقة كما حثت الجامعة طلاب وأفراد عائلاتهم على البقاء بمنأة عن منطقة الحادث والاحتماء لقي 21 شخصا مصرعهم بينهم سياح وأصيب أكثر من عشرون آخرين بقروح في مدينة البندقية شمال إيطاليا بعد سقوط حافلة تعمل بوقود الميثان من فوق جسر واشتعال النار فيها قال لوكا زيا حاكب إقليم فينتو أن الواقعة تعد مأساة بعد أو ذات أبعاد كبرى مشيرا إلى أن الحافلة تحطمت على أرض صلبة بين منطقتين مستري ومرجيرا الواقعتين في إقليم فينتو اكتح فيضان ناجم عن هطول أمطار غزيرة واديا في ولاية سكم في شمال شرق الهند ما أصفر عن فقدان العديد من الجنود ورجحت السلطات الهندية أن يكون من أسباب الفيضان المفاجئ عمليات تفريغ لسد في أعلى البحيرة لكمية من المياه تزامنا مع هطول الأمطار الغزيرة أديا إلى ارتفاع منسوب المياه في نهر تسعة تأثيرات التغيرات المناخية امتدت إلى قرات العالم كافة ورغم جهود محاولة التقليل من حدة مخاطرها إلى أن السيطرة عليها أصبحت بالأمر المعقد ففي الهند وبشكل المفاجئ اكتح فيضان قوي ناجم عن هطول أمطار غزيرة واديا في ولاية سكم في شمال شرق البلاد ما أصفر عن فقدان العديد من الجنود فيما لا تزال عمليات البحث جارية الفيضان المفاجئ نجم عن هطول أمطار غزيرة كانت هي الأخرى مفاجئة فوق بحيرة لونك في شمال سكم الأمر الذي ترتب عليه فيضان في نهر تيستا ليغمر المركبات على جانبي الطريق السلطة الهندية من جانبها رجحت أن يكون من أسباب الفيضان المفاجئ عمليات تفريغ لسد في أعلى البحيرة كمية من المياه تزامنا مع هطول الأمطار الغزيرة ما أدى إلى ارتفاع منصوب المياه في نهر تيستا ليتجاوز أربعة أمطار ونصف متر عن مستواه الاعتيادي فغالبا ما تسجل الهند فيضانات وانزلاقات تتسبب بأضرار كثيرة ولا سيما خلال موسم الأمطار الذي يمتد من يونيو إلى سبتمبر إلى أن التغير المناخي يزيد وطيرة هذه الكوارس وشدتها ألغت تايوان العشرات من الرحيات الجوية وأغلاقة المدارس في أجزاء مختلفة من البلاد تحسبا لوصول الإعصار كوينو الذي يصاحبه نشاط رياح قوية وسقوط الأمطار غزيرة هذا وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يصل الإعصار إلى اليابسة في الجزء الجنوبي الشرقي من تايوان بحلول صباح الغد على أقصى تقدير هذا وأعلنت عدد من جزر تايوان إغلاق المدارس والأعمال تحسبا لطقس قاس ناجم عن الإعصار كما أعلنت أجزاء من مقاطعة بينغرانج الجنوبية عن عمليات إغلاق هذا يتجل إعصار كوينو في الوقت الحالي غربا نحو تايوان وتبلغ سرعة الرياح التي تصحب 155 كيلو متر في الساعة الوحيدة شهدت اليابان أكثر أشهر سبتمبر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات قبل 125 عاما وأفق ما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية وفي استراليا تلبت أجهزة الإطفاء في ولاية فيكتوريا شرق البلاد من السكان المغادرة أو الاحتماء بعدما أججت رياح قوية حرائق تواجه العناصر صعوبة في إخمادها لا تزال تأثيرات التغيرات المناخية تلقي بظلالها على جميع أنحاء العالم ففي اليابان شهدت البلاد أكثر أشهر سبتمبر حرا منذ بدء تسجيل البيانات قبل 125 عاما وفق ما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في سنة يتوقع أن تكون الأكثر حرا في تاريخ البشرية وأوضحت الأرصاد الجوية اليابانية أن متوسط درجة الحرارة الحارقة في سبتمبر الماضي كان أعلى بمقدار 226 من 100 درجة مئوية من المعتاد مشيرة إلى أن هذا الرقم هو الأعلى منذ عام 1898 الشهر الماضي حطمت مدن في كل أنحاء اليابان متوسطا قياسيا لدرجات الحرارة بما فيها توكيو حيث بلغ أعلى مستوياته مع 26.7 درجة مئوية وفي أوساكا مع 27.9 درجة مئوية وفي ناجويا مع 27.3 درجة مئوية أما في أستراليا فطلبت أجهزة الإطفاء في ولاية فيكتوريا في شرق البلاد من السكان المغادرة أو الاحتماء إن لم يكن بالإمكان الفرار بعدما أججت رياح قوية حرائق تواجه عناصر الإطفاء صعوبة في إخمادها وقال المسؤول في هيئة مكافحة الحرائق في الولاية إن نحو 650 من عناصر الإطفاء يكافحون حرائق تشتعل في مساحة 17 ألف هكتار بينما أفادت تقارير بهبوب رياح وصلت سرعتها إلى 80 كم في الساعة حول منطقة إست جيبستاند على مسافة نحو 250 كم شرق ميلبورن بينما أصدرت أجهزة الطوارئ أوامر إخلاء لتسعة أحياء ريفية قائلة إن الحرائق تهدد المنازل والأرواح عثر على 120 من الذلفين النافقة في أحد روافض نهر الأمازون خلال الأسبوع الماضي في ظروف يعتقد الخبراء بأنها ناجمة عن الجفاف والحرارة الشديدين يعتقد الباحثون أن انخفاض منسيب مياه الأنهار خلال فترة جفاف شديدة أدى إلى ارتفاع درجة حرارة المياه إلى مستويات لا تتحملها الدلفين في ظروف يعتقد الخبراء أنها ناجمة عن الجفاف والحرارة الشديدين عثر على 120 من الدلفين النهرية نافقة في أحد روافض نهر الأمازون ويعتقد الباحثون أن انخفاض منسيب مياه الأنهار خلال فترة جفاف شديد أدى إلى ارتفاع درجة حرارة المياه إلى مستويات لا تتحملها الدلفين وتعد دلفين نهر الأمازون التي يتميز الكثير منها بلون وردي نوعا فريدا حيث توجد فقط في أنهار أمريكا الجنوبية وهي من بين الأنواع القليلة من دلفين المياه العذبة المتبقية في العالم وبسبب دوراتها الإنجابية البطيئة فإنها معرضة للخطر بشكل خاص ووسط رائحة الدلفين المتحللة وصل علماء الأحياء وخبراء آخرون يرتدون ملابس وأقناعة واقية انتشال الثدييات النفقة من بحيرة وقاموا بتشريحها لتحديد سبب نفوقها واطفى ما لا يقل عن 70 من الدلفين النفقة على سطح المياه عندما وصلت درجة حرارة مياه بحيرة تيفي إلى 39 درجة مئوية أي ما يزيد بأكثر من 10 درجات عن المتوسط في مثل هذا الوقت من العام وألقى نشطاء البيئة باللوم في هذه الظروف غير العادية على تغير المناخ الذي يجعل الجفافة وموجات الحر أكثر تكراراً وحداً أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إصداراً جديداً بعنوان نشرة المستقبل بعيون الذكاء الاصطناعي ويصلت الإصدار الضوء على تطورات الكبيرة والمتسارعة للذكاء الاصطناعي واستخداماته في مختلف المجالات من بينها الأمنية والطبية والتعليمية والصناعية والتجارية كما يستهدف إلى استشراف المستقبل للذكاء الاصطناعي وتحليل أبعاده وانعكاساته محلياً وعالمياً وخاصة في ضد التطور المذهل في تقنياته أعلن البنكول المركزي عن ارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر سبتمبر ليسجل 34 مليار دولار و97 مليون دولار مقابل 34 مليار دولار وتسعمائة وثمانية وعشرين مليون دولار في نهاية أغسطس ليواصل ارتفاعه للشهر الثالث عشر على التوالي كما ارتفعت قيمة الذهب المدرك باحتياطي النقد الأجنبي إلى 7.644 مليار دولار في نهاية سبتمبر من العام الجاري مقابل 7.326 مليار دولار في نهاية ديسمبر العام الماضي بزيادة 318 مليون دولار خلال تسعة أشهر كما سجلت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي 27.299 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 26.669 مليار في سبتمبر من العام 2022 وقعت الشركة المصرية للاتصالات أول مشغل اتصالات متكامل في مصر وأحد أكبر مشغل الكابلات البحرية في المنطقة وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة EG4 المجارية تهدف المذكرة للتعاون في إنشاء كابل ألياف ضوئية بحري عالي الساعة لربط مصر وألبانيا مباشرة ومنها إلى شرق ووسط أوروبا مع تفريعات جاهزة لتوصيل نقاط أخرى عبر المسار ويمثل الكابل المزمع إنشاؤه مدخل حركة دولية جديدة لقارة أوروبا بألبانيا ويضيف مسارا جديدا ومتعددا للحركة بين مصر وأوروبا ويمثل إضافة نوعية إلى المسارات الحالية بالبحر المتوسط كما يربط نقاط الاتصال الأساسية في أوروبا أكد وزير البترول والثارة المعدنية طرق الملة على ضرورة تحقيق التوازن بين أمن الطاقة والانتقال الطاقي مشيرا إلى أن مصر تعزز من استراتيجيتها ليس فقط كمحور إقليمي للطاقة ولكن أيضا لتصبح مركزا إقليميا لمصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون تصريحات الوزير جاءت خلال الحوار الذي أجرته إتنا ترينور خبيرة التواصل الدولي تحت عنوان التوسع في قطاع الطاقة في مصر لتقديم خطة مستدامة لتلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة ومنخفضت الانبعاثات ضمن فعاليات المؤتمر الاستراتيجي لمعرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول أدبك 2023 أقد وزير البترول والثارة المعدنية طرق الملة مباحثات بترولية مع عدد من كبار المسؤولين ورؤساء الشركات الأجنبية لبحث زيادة التعاون البترولي المصري الأردني ودعم لبنان في الاستفادة من ثروته جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض أبو ظبي للبترول أدبك 2023 وتنول اللقاء عددا من موضوعات التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز والتعديل وفرص توسيع وزيادة أوه هذا التعاون ومنها توسع الشركات البترولية المصرية العاملة في الأردن في تقديم خدماتها للسوق والصناعة الأردنية وكذلك دعم الجانب اللبناني في بناء الخبرات والقدرات في مجال صناعة البترول والغاز وتجهيز لطرح مناطق جديدة للبحث واستكشاف البترول عقد وزير البترول والثارة المعدنية طارق الملة مع سادر كرامر زنائب رئيس التنفيذي للغاز الطبيعي المسأل بشركة شل مباحثات حول أنشطة الشركة في مصر وخلال اللقاء تم استعراض موقف أعمال ومشروعات الشركة وخطتها المستقبلية في مجال البحث والاستكشاف وتطلعها للحصول على مناطق امتياز جديدة في إطار سعيها لزيادة الإنتاج كما عقد الملة اللقاء مع زوبين بامجي مدير مبادرة الحد من انبعاثات غازات الشعلة والطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولي وتطرقت هذه النقاشات إلى دعم البنك الدولي لإنشاء آلية للتمويل الأخضر المستدام لدعم وتنفيذ مشروعات خفض الكربون في قطاع البترول والغاز بطريقة مستدامة أقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة جلسة مباحثات ثنائية مع سونج يو الرئيس التنفيذي لشركة كوات أنيرجي تناول اللقاء نشاط الشركة الحالي في مصر حيث أشهد الملة بالتقدم الذي تشهده مشروعات الشركة في مصر بمناطق برج العرب وغرب وادي النطرون في الصحراء الغربية هذا بالإضافة لعقد الخدمات مع الشركة العمل البترول بعدة مناطق تنمية بالصحراء الشرقية عقد وزير البترول والثورة المعدنية طارق الملة جلسة مباحثات ثنائية مع جون أردل نائب رئيس شركة أكسون موبيل العالمية للاستكشاف وتناول اللقاء نشاط الشركة الحالي في حقول البحر المتوسط في منطقة شمال مراقيا بالبحرية بالشراكة مع قطر أنيرجي والمنطقتين كايرو ومصر البحريتين والتي تم إسنادهم للشركة حديثا والجهود اللازمة للإصراع في بدء العمل بالمنطقتين أقد وزير البترول والثورة المعدنية طارق الملة جلسة مباحثات ثنائية مع جيب ميلر الرئيس التنفيذي لشركة هالي بيرتن وأخلال اللقاء أشهد الملة بالعلاقات الاستراتيجية مع الشركة وشدد على أهمية دور الشركة في تقديم الخدمات والدعم للأنشطة في مجال البحث والاستكشاف في مصر خاصة في المناطق الجديدة وزيادة الاستفادة من خبرات شركة هالي بيرتن في مجال الإنتاج من المصادر غير التقليدية والحقول المتقدمة ونقلها التجارب الناجحة والدراسات العلمية في هذا المجال دعا وزير البترول والثارة المعدنية طارق الملة الشركة بيكر هيوز للمشاركة أنشطتها في التحول الطاقي خلال مؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجابة 2024 جاء ذلك خلال لقاء طارق الملة مع رئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز العالمية وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية في ضوء الخطط الاستثمارية التي تستهدف الشركة تنفيذها في مصر خلال الفترة القادمة كما بحث وزير البترول والثارة المعدنية طارق الملة مع أوليفا لبهرشا رئيس التنفيذي لشركة SLV التعاون المثمر والمستمر بين الجانبين وتناول اللقاء تعاون الجاني مع شركة SLV في مجالات خفض الكربون ومناقشة فرص التعاون في مجال قياس وخفض امبعاثات الميثان خاصة مع إلاء الدولة الأهمية لخفض امبعاثات غاز الميثان في إطار عضوية مصر بالتعهد العالمي لغاز الميثان في مصر البترول والغاز عقد وزير البترول والثارة المعدنية طارق الملة جلسة مباحثات مع رئيس التنفيذي للعمليات بشركة فينترسال دايا الألمانية دون سامرز وخلال اللقاء تم استعراض موقف أعمال الشركة الألمانية في إنتاج الغاز الطبيعي والذي تستثمن فيه الشركة الألمانية في مصر كمشغل رئيسي في منطقة طيد سوق وشرق دمنهور بالدلتة تم استعراض خطة الشركة للإصراعي بتنمية موارد الغاز الطبيعي وزيادة إنتاجه في مناطق امتيازها وتم بحث تقدم التعاون بين الجانبين في إطار الاتفاق ما بين الشركة الألمانية وشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لخفض الانبعاثات بمشروع حقل سوق بهذا يا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية أخبار نشرة الثالثة من التلفزيان المصري ولم يتبقى سوى التذكير بأهم العنام الوطنية للانتخابات تعلن تشكيل الجديد لمجلس إدارتها برئاسة المستشار حازم بدوي وتستعد غدا لبدء تلقي طلبات الترشح للانتخابة الرئاسية باستثماراته ثلاثة مليارات دولار مدول يشهد التوقيع على تفاقية إطارية جديدة لإنتاج الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمرة الأولى في تاريخه مجلس النواب الأمريكي يقيل رئيسه الجمهوري لتعاونه مع الديمقراطيين بالتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي نهاية النشرة دمتم في رعاية الله شكرا لتمن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة